جمائله نادو الرفاق في حفظه نجري سباق فيه الدباق فاز الكتاب وحامله حياكم الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام كسرة النفس مؤلمة مهما كانت ردة فعلك لا تكسر خاطر أحد وكن ذا ذوق جميل بكلامك وتصرفاتك وتعلم مهارة النسيان ونظف أرشيف عقلك باستمرار ولا تحتفظ فيه إلا بالجميل من الذكريات وتغافل كثيرا عن من يسيء إليك بهذه المقدمة نرحب بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ربيع القلوب في نسخته التاسعة الذي يأتيكم طيلة ليالي الشهر الفضيل على قناة حضر موت الفضائية هذا البرنامج الذي يطالعكم برعاية كريمة من مجمع الصديق القرآن النموذج بتريم وبإشراف وتنسيق الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم ودي حضر موت أهلا وسهلا بكم على مائدة القرآن واسمحوا بي في مطلع هذا اللقاء القرآني أن أرحب بحضرات أعضاء لجنة التحكيم معنا في هذا اللقاء وهذه الليلة الرمضانية نبدأهم بالترحيب برئيس اللجنة فضيلة الشيخ الدكتور محمد مؤمن بامؤمن أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك جامعة القرآن والعلوم الإسلامية المركز الرئيس حياك الله دكتور محمد حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين يا أهلا وسهلا ووقتا ممتع إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تعالى دكتور ياسين أحمد باحميد أستاذ القراءات المساعد بجامعة الوسطية والمشرف العام على دار القرآن للدراسات القرآنية أهلا وسهلا دكتور ياسين حياكم الله سيد عبد الله وبرك الله فيكم سعداء بتواجدك معنا نحن كذلك أسعد وبرك الله فيكم يا أهلا وسهلا حياكم الله دكتور أحمد سالم باطاهر أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية المركز الرئيس حياك الله دكتور أحمد حياك الله صلى الله عليه وسلم وحيا الله بلمشاهدين جميعا أهلا وسهلا سعداء بتواجدكم جميعا ونسأل الله لنا ولكم التوفيق إن شاء الله اللهم آمين حياكم الله الآن ما رأيكم نبدأ بالترحيب بالمتسابقين معنا في هذا اللقاء على بركة الله إن شاء الله حياكم الله مشاهدين سيكون معنا في هذه الحلقة المتسابقين يوسف سالم عوض بازهير من مدرية القطن وأحمد محسن علي باجريدي من مدرية المكلة نبدأ في البداية بالترحيب مع أو بالحافظة المشاركة يوسف سالم عوض بازهير من مدرية القطن أهلا وسهلا أهلا بيوسف أهلا بك أفضل حياكم الله أهلا حياك كيف الحال تمام شميلة طيبين آنس تنورت أول حاجة والسعداء بتواجدك معنا في هذا البرنامج وفي النسخة التاسعة على وجه التحديد المعنويات إن شاء الله مرتفعة إن شاء الله نتمنى لك التوفيق إن شاء الله نتمنى لك هذه المرحلة حياك الله الآن ما رأيك نبقى مع لجنة التحكيم اللي بدأ بفقرة الأسئلة على بركة الله على بركة الله نرحب بالمتسابق يوسف سالم عوض بازهير فأهلا وسهلا ومرحبا بك معنا في هذه الحلقة واسه الله عز وجل لك التوفيق والعانة وأن تكون بين المتسابقين كيوسف بين إخوته الآن نطلب منك أن تختار أحد هذه الأسئلة من واحد إلى ثلاثة إثنان السؤال الأول يلقيه فضيلة الدكتور ياسين بحمد فليتفضل بارك الله فيه بسم الله الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخذ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا والطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون أحسنت بارك الله فيك شكر الله لكم فضيلة الدكتور ياسين والآن ننتقل إلى فضيلة الدكتور أحمد لطرح السؤال الثاني على المتسابق يوسف على بركة الله سؤالك الثاني يوسف من سورة الأنعام اقرأ من قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنس ويستمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا أن يشاء الله ولكن وإن ربك حكيم عليم قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا ظالمين وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون أحسنت بارك الله فيك أحسنت بارك الله فيك الأخ يوسف سالم عوض بازير على هذه التلاوة الطيبة وهناك لاحظت لجنة التحكيم بعض الملاحظات والكمال لله سبحانه وتعالى في ملاحظة في عدم مراعاة الزمن بالنسبة للغنى والمدود فهو يتفاوت عندك مرة تأتي به كاملة ثم ينقص والأصل أنه أن يكون الزمن واحد كما قال الإمام بن الجزري واللفظ في نظيره في نظيره كمثله كذلك مراعاة بعض صفات الحروف كصفة التفشي في حرف شين لم تكن بارزة عندك هذه أبرز الملاحظات التي لاحظتها لجنة التحكيم ونرجو لك من الله كل التوفيق بارك الله فيك شكراً لدكتور ياسين بحميد على استعراضه أيضاً وسرده للملاحظات نيابة عن إخواني في لجنة التحكيم نطلب من المتسابق يوسف الانتباه لها إن شاء الله وأخذها بعين الاعتبار لاستفادة منها إن شاء الله فيما إذا تجاوزت هذه المرحلة ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق شكراً لك تفضل حياك الله أهلاً وسهلاً الآن مشاهدين الكرام نستقبل وإياكم ثاني المتسابقين معنا في هذه الحلقة المتسابق أحمد محسن علي باجريدي من مدينة المكلة أهلاً بي أحمد حياك الله حياك الله كيف حالك يا أحمد؟ حمد لله تمام حياك الله أنست ونورت البرنامج ما شاء الله نتمنى لك التوفيق جاهزين إن شاء الله للمسابقة والأسيرة على بركة الله الآن نتركك مع لجنة التحكيم ومع فقرات الأسيرة إن شاء الله مرحباً بك المتسابق أحمد محسن باجريدي معنا في هذه الحلقة ونسأل الله عز وجل لك التوفيق والسداد والإعانة والآن ندعوك إلى أن تختار أحد السؤالين بقي معنا السؤال الأول والسؤال الثالث أقوم واحد السؤال الأول السؤال الأول يضع السؤال الأول منه عليك إن شاء الله وتعالى فضيلة الدكتور أحمد والثاني سيضعه إن شاء الله وتعالى بعد قليل الدكتور ياسين بحمد فضل الدكتور أحمد لإلقاء السؤال الأول على المتسابق سؤال الأول يا أحمد من سورة النساء اقرأ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله واتبع ملة إبراهيم حنيفا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما أحسنت بارك الله فيك بارك الله فيك والآن نتوجه بالسؤال الثاني مع فضلة الدكتور ياسين فليتفضل بارك الله فيه السؤال الثاني من سورة الأنعام اقرأ من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون أحسنت بارك الله فيك جزاك الله خيرا المتسابق أحمد باجريدي أسر الله سبحانه وتعالى أن تكون موفقا من خلال المداولة مع لجنة التحكيم رأت أن تطرى عليك بعض الملاحظات لكي تنتبه لها في المرات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى من ضمن اللاحظات في عندك ملاحظة إمالات قراءتك مليئة بالإمالات فانتبه لها تكون القراءة قراءة سليمة من غير إمالات كذلك موضوع أو مخرج حرف الضاد لا تلخبط ما بين مخرج حرف الضاد وحرف الضاء فأرجو أن تنتبه لهذا المخرج كذلك موضوع الوقف والابتداء تنتبه له جيدا كذلك القلقلة يعني تنتبه لها يعني لا تفوتك في كثير من الأحكام يعني مرت عليك القلقلة فبشكل عام يعني انتبه لبعض أحكام التجويد انتبه لها جيدا ونسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والسداد إذن كانت هذه أبرز ملاحظات لجنة التحكيم استعرضها علينا الدكتور أحمد على تلاوة المتسابق أحمد باجريدي نتمنى لك التوفيق أخي أحمد ما شاء الله كانت تلاوة طيبة ومباركة ونتمنى لك أيضا اجتياز هذه المرحلة إن شاء الله إلى المراحل القادمة شكرا لك بارك الله فيك تفضل هياك الله وصلنا بكم ومعكم مشاهدين الكرام إلى فقرة كنوز الربيع من المعلوم مشاهدين الكرام أن المسلم أو المسلمون في بقاع الأرض يقرؤون في اليوم الليلة في الصلاة المفروضة سورة الفاتحة وهي أم الكتاب ويتعرضون في أثناء تلاوتهم لهذه الصورة إلى الآية من قوله تعالى اهدين الصراط المستقيم مع هذه الآية سنقف لحظات يسيرة نتوجه بالسؤال معكم أيضا مشاهدين إلى فضيلة الشيخة الدكتور ياسين حياك الله دكتور ياسين مجددا سيد عبد الله حياكم الله دعنا نتوقف معك ونعمل جولة سريعة حول قوله تعالى اهدين الصراط المستقيم ما المقصود بالهداية في هذه الآية القرآنية الجليلة بارك الله فيكم سريعا وإن كان الآية تحتاج إلى حديث طويل صحيح نعم إلى أنه باختصار أولا يقولون ما السر في أن هذا الدعاء وضعه الله لنا في الفاتحة نعم ولا نسأل إلا هذا لأن الهداية أعظم ما يؤتاه الإنسان فلو كان هناك شيء آخر أعظم لكان في الفاتحة شرعه ربنا سبحانه وتعالى لنا والأمر الآخر هنا طلب الهداية المصلي والمسلم يطلب من الله الهداية وهو قد هدي هو أصلا إلى الإسلام وإلى الصلاة صحيح فمسر في طلب الهداية هنا قال العلماء أن المراد بطلب الهداية هنا أمران الأمر الأول إما المراد ثبتنا على الهداية فهنا إهدنا بمعنى ثبتنا ثبتنا على الهداية أي نعم وهذا الأمر مهم فقد أن الإنسان يكون مهتدي لكن ربما يتغير حاله ونسأل الله العفو والسلام والمعنى الثاني أن المراد هنا إهدنا الصراط المستقيم المراد زدنا في الهداية لأن الله قد أشار في آيات أخر في كتابه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى آمنوا لكن هناك زيادة وقال في آية أيضا والذين اهتدوا زادهم هدى فما أحرانا ونحن في هذه الصلاة وفي شهر القرآن الذي قال الله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس أن نتمع عن هذه الوقفة عند هذه الآية كما تفضلتم أننا نكررها في الصلوات في أقل تقدير في الصلوات المفروضة سبع عشرات مرة فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا هدى وأن يثبتنا على ذلك إزاك الله خير على هذه اللطائف وإن أيضا الإضاحات الجميلة والجولة اللطيفة على هذه الآية أو حول هذه الآية إذن نشكر الدكتور ياسين على ما تفضل وآفاد ونسأل الله لنا الهداية بإذن الله تعالى الآن مشاهدين الكرام وصلنا وياكم إلى مرحلة إعلان نتيجة هذا اللقاء لذا نطلب من المتسابقين يوسف سالم عوض بازهير من مدرية القطن والمتسابق أحمد محسن علي باجريدي من مدرية المكلة التفضل إلى استوديو البرنامج لنتعرف معكم من منهما سيتأهل معنا إلى المرحلة القادمة واحد عن يميني والآخر أنا عن يمينه يعني حياكم الله فضل هنا أخي أحمد يا مرحبا نبقى مع رئيس اللجنة ليطلعنا على نتيجة هذا اللقاء حياكم الله بعد الجولة في هذه الحلقة آتت الحلقة أكلها على النحو الآتي المتسابق الأول يوسف سالم عوض بازهير حصل في الحفظ على 47 درجة وربع الدرجة وأما في التلاوة حصل على 49 درجة مجموع درجاته 96 درجة وربع الدرجة وأما المتسابق الثاني أحمد محسن علي بجريدي حصل في الحفظ على 47 درجة وفي التلاوة على 46 درجة مجموع درجاته 93 درجة وبهذا يكون المتأهل معنا في هذه الحلقة إلى المراحل المتقدمة إن شاء الله هو المتسابق يوسف سالم عوض بازهير نبارك له هذا الفوز والتقدم إن شاء الله وتعالى إلى المرحلة المقبلة إن شاء الله جزاك الله خير نحن أيضا بدورنا مشاهدين الكرام نبارك للمتأهل معنا يوسف سالم عوض بازهير هذا التفوق وهذا التمييز ونسأل الله له التوفيق كما لا ننسى أيضا ولا يفوت هنا أن نشكر المتسابق أحمد محسن علي باجريدي على مشاركته المتميزة وعلى حضوره أيضا المشرف في هذه الليلة الرمضانية نقدم له بهذه المناسبة هذه الجائزة النقدية نظير مشاركته معنا في هذا الموسم وهذه المسابقة وهذه أيضا شهادة مشاركة من برنامج ربيع القلوب من مجمع الصديق القرآني النموذج الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وكذلك أيضا قناة حضر موت الفضائية مبارك لك ومبارك لنا حقيقة يعني التعرف عليك وعلى شخصك الكريم ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق في نسخ قادمة إن شاء الله جزاكم الله خير بارك الله فيكم أحسنتم تفضل يا أهلا وسهلا وختاما مشاهدين الكرام أرسل إليك عزيزي المشاهد هذه الكلمات عقلك هو سيد أفعالك وقلبك مجرد مستشار لا أكثر فلا تجعل الأدوار معكوسة لن يفقدك بعد رحيلك إلا من كنت تسعده بكلامك أو تجبر خاطره أو من نصحته سرا أو فتحت له بابا للخير أنت عابر على الدنيا فكن ذا أثر جميل دمتم في أمان الله أنت الربيع يا حاويات ذكر البديع جاء الجميع يتدارسون فضائل طب القلوب يا مرهما يشفي الكروب عبر الدروب هيا بنا نتأمل غرتي يا صاح ردت المساء أو صباح تلقى شراح تغشاك خير جمائله نادو الرفاق في حفظه نجري سباق في حفظه نجري سباق فاز الكتاب وحامله فاز الكتاب وحامله فاز الكتاب وحامله تغشاك خير جميع ربي القلوب